وبالانتقال إلى الشق الأمني من الانسداد السياسي كشفت مصادر المطلعان الممارسة الأمنية الشاملة في أجزاء مهمة من بغداد جرى الاستعداد لها منذ أسبوعين وفق خطة مدروسة من ناحية تحديد الانتشار والتمركز في الشوارع الرئيسية وستكون لها تكرار في أجزاء أخرى وفق أسبقية من ناحية الأهداف الموضوعة وأوضحت أن الممارسات تأتي ضمن ما يعرف بخطة أمن بغداد الشاملة لبيان مدى جهوزية القوة لتنفيذها بسرعة وكفاءة عالية بالإضافة إلى ضرورة أن تكون هناك إجراءات استباقية للفترة القادمة ضمن المبادئ الأساسية لمواجهة أي تحرك من شأنه تعكير الأمن والاستقرار في العاصمة وأشارت إلى أن الممارسات لن تقتصر على بغداد بل ستجري في المحافظات بشكل متدرج كلا حسب وضعها الأمني خاصة وإن الأحداث الأخيرة كشفت ارتداد الأحداث في العاصمة بشكل مباشر على أمن أغلب المحافظات ما يجعل ضرورة أن تكون لكل محافظة خطة طوارئ شاملة يجري تطبيقها عند الضرورة من قبل قوات ذات كفاءة عالية اشتركوا في القناة